بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس الآن الحالة الثالثة من حالات التكامل باستخدام التعويضات المسلسية درسنا سابقا الحالة الأولى عندما يكون جزر A تربيع نائس X تربيع وعندما يكون جزر A تربيع زائد X تربيع الآن سندرس الحالة الثالثة عندما تكون X تربيع نائس A تربيع تحت الجزر في هذه الحالة نفترض أن X هي A6C ومنه dx هي a6th by tangent theta by d theta لنأخذ مثال يوضح لنا هذه الحالة المثال يقول لك الدالة المستكملة هي الدالة التالية ووضح أن الدالة تحوي على جزر تربيعي وبالتالي لنفط الفرض يرغينا هذا الجزر فإذا فرضنا dx هي 36th ومنه dx هي 36th by tangent by d theta لنرى هذا المقدار لتحت الجزر كيف يصبح بعد التعويض بالفرض إذا عوضنا على x هي 36th فيصل على 9 6 تربيع نائس 9 الآن لو خرجنا 9 من المشترك فبطلع معي الجزر التسعة ضرب جزر 6 تربيع theta نائس 1 ولكن الجزر التسعة هي 3 وجزر 6 تربيع theta نائس 1 تساوي إلى tangent تربيع theta والتربيع بيأكل جزر بطلع معي 3 tangent theta نعود الآن هذا المقادير في هذه العبارة فنحصى على جزر x تربيع على x بدل الجزر هي 3 tangent theta بدل dx هي 3 sec في tangent theta وبدل x هي 3 sec الآن 3 مع 3 والsec مع sec tangent في tangent تربيع لكن tangent تربيع كلنا يعلم أنها تساوي إلى sec تربيع theta نائس 1 لأن تكامل sec تربيع هي tangent وتكامل 1 هي theta زائد سعب التكامل بدأ التكامل بx لازم ينتهي بنفس الاسم ولا ينتهي بx theta نرجع إلى الفرض الفرض الذي عندي أن x يساوي إلى 3 sec ومنه sec هي عبارة عن x على 3 وبالتالي فإذن عندي مسلس قائم الزاوية سيتا فإن الوتر طبعا السيك ومقلوب الكوسين يعني معناته الوتر على المجاور إذن هذا الوتر وهذا المجاور وبالتالي الضلع القائمهات ما هو إلا مربع الوتر نائس مربع الضلع القائمه علمات كافة للضعامه منه tangent سيتا ما هي إلا المقابل اللي هي x تربيع نائس 9 على المجاور إذن هذه هي tangent نضعها هنا والآن عندي theta طيب أنا عندي 6 سيتا بأخذ منه هون للطرفين sec-1 فنحصل على sec-1 لسيتا أوني السيك بيأكل فأطلع معي سيتا تساوي هذا المقدار إذن الثلاثة tangent طلع معناها الجزر بx تربيع نائس 9 وهذا طلع معناها هي sec-1 لx على 3 لو ضربنا ب3 فنحصل على هذه العبارة وهو المطلوب لو أخذنا التمرين التالي أيضا دالي المسكمة لتحوي على جزر تربيعي لنفترض أن الـ x هي الجزر 3 ب6 سيتا ومنه dx هي الجزر 3 ب6 سيتا بتنجان سيتا بD سيتا لنأخذ الجزر التربيع ونبحث ماذا يساوي إذن الـ x تربيع إذا ربعنا الجزر بطير وإذا ربعنا 6 سيك تربيع بالجزر 3 لو خرجنا 3 عامل مش تربيع نائس 1 ولكن 6 تربيع نائس 1 هي عبارة عن تنجان تربيع التربيع بيأكل جزر بأمعي جزر 3 بتنجان سيتا نعوض هذه الأشياء إذن إذا عوضناهم بالتكامل فحصلنا على 1 بدل dx نضع جزر 3 سيك سيتا بتنجان سيتا بدل x أس أربعة معناتها الجزر الرباعي للـ 3 بسيك أس أربعة بجزر 3 بتنجان سيتا الآن ممكن أجل الإخصارات تنجان مع تنجان والجزر مع الجزر والسيك مع وحدة فببقى معي 1 على 9 سيك تكعيب لكن مقلوب السيك إذن هذا بتنكتب 1 على السيك والكل تكعيب لكن مقلوب السيك هو كوساين إذن معتها كوساين تكعيب سيتا بيدي سيتا وتعلمنا إذا كان هذا من الشكل كوساين مرفوع لقوة فردية فإذا منفلت وحدة من الكوساينات فلت نفس الكوساين تربيع در كوساين سيتا بيدي سيتا لكن الكوساين تربيع هذه أستطيع أن أكتب هذا 1 على 9 واحد نائس ساين تربيع سيتا بكوساين سيتا بيدي سيتا الآن إذا فرط أن اليو هي ساين سيتا فإن الدي يو هي عبارة عن كوساين سيتا بيدي سيتا إذا عوضنا هنا فنحصل على 1 على 9 تكامل 1 نائس يو تربيع بيدي يو وهذا ما هو إلا 1 على 9 التكامل الواحد هو يو وتكامل يو تربيع هو يو تكعيب على ثلاثة زائد ثابت التكامل رجع اليو اليو هي ساين إذا معناتها هذا ما هو إلا 1 على 9 في الخارج وهنا نبقى معي ساين سيتا سالب ساين تكعيب سيتا على ثلاثة سالب ساين تكعيب سيتا على ثلاثة زائد ثابت التكامل بهذا الشكل يكون قد انتهى معنا التكامل الآن بدأ التكامل بإكس ما بصد انتهي بسيتا وبالتالي نعود إلى فرضنا إلى فرضنا الفرض هو عبارة عن إكس هي عبارة عن جزر ثلاثة سيتا ومنه السيك هي عبارة عن سيك سيتا هي عبارة عن إكس على جزر ثلاثة إذا معناتها هذا الوتر وهذا المجاور فإذا عندي مسلس قائم فيه ساوية سيتا فإن الوتر هو إكس والمجاور هو ثلاثة فالضلع القائمة هي عبارة عن مربع الوتر نائس مربع الضلع القائمة إذن علمت كافة الأضلاع هنا الآن أريد الساين الساين ما هي إلا المقابل على الوتر إذن فبالتالي فساين سيتا ما هي إلا المقابل هو إكس تربيع نائس ثلاثة على الوتر نأتي إلى هنا ونعود إذن هي واحد على تسعة في الخارج بدل الساين نحط جزر إكس تربيع نائس ثلاثة على إكس سالب واحد على ثلاثة جزر إكس تربيع نائس ثلاثة على إكس وهذا كله للتكعيب زائد ثابت التكامل وهو المطلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته